الفيديو ده هنتكلم فيه عن خامة الأسفلت وإزاي نظهرها بشكل واقعي وده هنعمله بطريقتين فتابعوا معي الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم في المشهد اللي قدامنا ده أنا ضفت هنا بلان ده بلان عادي خالصه هو تمام وهو ده اللي أنا هتطبع عليه الخامة بتاعت الأسفلت هندخل على الماتيريال وهنختار الفي راي ماتيريال أول حاجة هضيفها للماتيريال بتاعتي في الديفيوز هنضيف مابة بشكل الأسفلت بتاعي نختار مثلا بيت ماب كده ونختار شكل من الاتنين دول إما ده أو ده زي ما انتوا عايزين هنحن هسيب لكم الفايل اللي فيه المبادة ده في الديسكريبشن بإذن الله فنفرض نحن هنختار ده تمام لو حاسين ان اللون بتاعه فاتح شوية فبندخل زي ما احنا تعلمنا قبل كده ان احنا بندخل على الكلور كوريكشن وبنقدر نحن نعدل في الألوان من خلال نختاره وممكن نخلي الارجي بي ده يكون مسلا سبعين في المية والجاما ممكن نقليلها لبوينت فايف لا غامقة خليها بوينت ايت تمام فأصبح كده اللون اعتقد أفضل ده من ناحية المابة بتاعت طيب تاني حاجة هنعملها ان احنا نقدر ان احنا نحط ريفليكشن بسيط لان زي ما قولنا قبل كده مفيش مابة ومفيش اي خامة ملهاش ريفليكشن خلونا نعمل الاول اوبن بريفيو عشان نتابع شكل الخامة بكل اضافة نضيفه خلينا نحطها هنا كده طبعا مفيش اسفلت في الدنيا بيكون لامع بالطريقة دي تمام فبالتالي هنخلي قيمة تديني ريفليكشن مط شوي يبقى معنى ذلك ان انا هخليها مسلا بقيمة بوينت فايف تمام وحننزل هنا على البي اردي اف ممكن نختارها او وارد خلونا نختارها وارد يبقى دي اول حاجة فنقدر كمان ان احنا نضيف مبات هنا في الفليكشن ماب يعني ممكن اخد دول كده ناخد منهم واضفهم للرفليكشن لكن هدخل هنا على وممكن افتح اللون بتاعها يعني مسلا الجاما ممكن اخليها وان بوينت فايف بحيس ان اللون بتاعها يبقى فاتح شوية وممكن نرجع دي ميتان تمام وما ننساش ان احنا ندخل على الخامة الاساسية ومن خلال قيمة المابس بنيجي عند الرفليكت وبنخليه بالنسبة اللي احنا عايزينها هنخليه بالنسبة خمسين في الماء ازان احنا كده جهزنا جزء من الخامة يتبقى عندنا ايه يتبقى ان احنا نحط في البنب مابة يكون فيها نويز شوية لان ما فيش برضو اسفلت بيكون ناعم بالنسبة مية في الماء فانا ممكن حاجة من الاثنين يا اما احط مابة اللي هي زي دي كده مثلا تمام وازبط الطايلينج بتاعها يا اما بحط المابة من الجنرال اللي اسمها نويز خلونا نختار المرة دي البيت ماب نختار دي تمام طبعا حصل اضافة هنا هي ولكن نسبة البنب عالية جدا فبندخل على الخامة الاساسية برضو ومن خلال البنب هنخليها مسلا بنسبة عشرة في المية مؤقتا لحد ما نشوف الرندر هيطلع شكلها ايه انا اعتقد ان عشرة في المية كويس طيب آآ ينقصنا دلوقتي ان احنا عايزين نظهر الخامة في الفيو بورت خلونا ندخل كده احنا وقافينا اهو على الخامة الاساسية نختار ونعمل ونضيف هنا طبعا ما ننساش نخليه عادي مفيش مشكلة وممكن نغير في يعني ممكن مسلا نخليه عشرة بحيس ان الخطوط دي تكون عندي نسبة كويسة ما تكونش قوي كده تمام وممكن ندخل على الجزمه بحيس ان احنا نزبط شك المابة مع الشارع يعني انا مسلا عايزة الخطين دول يكونوا مسلا في النص خلونا نشيل دي بس كده يبقى احنا محتاجين ان احنا نغير في الويتس ممكن نخليه مسلا نخلي الويتس مسلا كده نخليه مسلا عشرة تمام وناخد الجزمه تاني نحركه بحيس ان هو يبقى زي كده الشارع اللي لما يكون فيه مسلا ايه حارتين دي عربيات هنا هي وعربيات هنا تمام طيب ادي اول حاجة زبطناها تاني حاجة محتاجين ان احنا نزبطها بتاع المابة بتاعة اللي هي دي فانا هعمل لها تمام وهندخل هنا على بتاعها نزبطه من هنا مش هنقدر نزبط من هنا خلاص لان لو غيرت القيم دي شكل المابة بتاعة الاسفلت هتتغير عندي فاخدونا نزبط القيم بتاعتها من هنا افضل يعني ممكن مسلا اخليها تلاتة في تلاتة نجرب كده محتاجة برضو ان احنا نعدل في تاني نخليه مسلا خمسة في خمسة تمام طيب هل ممكن نضيف اضافة تانية من الممكن ان احنا نكتفي بكده لكن في اضافة تاني ممكن ان احنا نضيفها عن طريق ان انا بضيف هنا مابة تانية في البمب لكن زي ما قولنا قبل كده ان احنا ما نقدرش نضيف مابتين في البمب الا عن طريق مابة بتسمح لي بكده اما الكمبوزيت او الميكس فاحنا ممكن مسلا نختار من الجنرال المابة اللي اسمها ميكس هنبص نلاقي ان المابة اللي كنا اضفناها موجودة عندي في الكلار وان اذا انا محتاجة اضيف المابة التانية في الكلار تو فحندخل هنا على الجنرال والبيت ماب واختار المابة اللي فيها بعض الكراكس شوي خلونا كده نشوفها اللي هي بالشكل ده تمام ممكن برضو نختارها كده ونعمل لها عشان نقدر ان احنا نزبط بتاعها على ال ممكن نخلي دي مسلا كوينت فايف في كوينت فايف تمام زي كده مسلا وتعالوا نشوف تأثير المابة دي على الخامة لو بصينا على الخامة حنلاقي ان لا يوجد اي تأثير حصل في الخامة بتاعتنا لان بالطبع احنا لازم ندخل هنا على المابة بتاعت الميكس ونضبط الميكس اماونت لخمسين في المية مسلا تمام حنلاقي هنا الكراكس دي بدأت تظهر معانا ممكن برضو رو حابين نظهرها اكتر نخليها تمانين حنلاقيها ظهرت معانا اكتر ايه نجيب بقى الخامة الاساسية وحطها هنا وتعالوا بقى نعمل رندر ونشوف شكل الخامة هيكون شكله ايه انا كنت مجهزة الفايل حتى فيه كاميرا وحتى دوم لايت وحتى فيه اتش دي ار اي نهارية فتعالوا نعمل رندر ونشوف شكل الخامة خلص الرندر وزي ما احنا شايفين هو تأثير الكراكس واضح هنا وفي الجزء ده برضو هنا هي تمام ولو حبينا احنا نزود قيمة البامبة عشان تظهر اكتر ممكن بنزودها والنويز برضو تأثيرها واضح فيه طريقة تانية لعمل خامة الاسفلت وهي اننا بنضيف على الخامة بتاعة الاسفلت دي خامة مية وكأن مثلا الجو ممتر او حاجة وبنستخدم اتش دي ار اي يكون فيها شكل غيوم انا هناخد تانية وهندخل هنا نخلي نعمل خامة مية بقى خلي دي مثلا اتنين تمام نيجي عند طبعا بيبقى عالي تمام هنخلي هنا قيمة بتاعة بتاعة المية اللي هي وممكن نزود الجلوسنس او نلغي اللوك ونزود العنكاس من هنا نخليه مثلا اه تلاتة تمام وحنستخدم الخامتين مع بعض وعشان نستخدم الخامتين مع بعض طبعا محتاجين خامة تكون بتسمح لنا بكده اللي هي الفيري بليند ماتيريال هناخد كده الخامة دي وحنوصل البيز ماتيريال اللي هي الخامة الاساسية اللي هي الاسفلت والخامة بتاعة المية هنوصلها بالكوت وان وحنيجي بقى هنا نقول له اظهر لنا الخامة التانية بتاعة المية عن طريق اضافة ماسك نختار كده بيت ماب ونضيف مثلا الصورة دي فبنضيف صورة ابيض واسود ويفضل يكون فيها كمان لون جري بحيث ان المية بتاعتي تظهر باشكال مختلفة تمام ممكن ندخل نعمل color correction لها هندخل على وحنخلي الار جي بي هنا مثلا متين تمام والجاما ممكن نخليها تلاتة بحيث اللون يفتح شوية زي ما احنا شايفين كده لان هنا الابيض هنا كان قليل واصبح عندنا دلوقتي في نسبة ابيض بعدها نسبة gray بعدها نسبة اللون الاسود وممكن لو عايزين نقلل الجامعة نخليها 2.5 مثلا نقللها او نخليها 2 تمام هنمسك بقى blend material كده وهنحطها على ال plan تمام وحنيجي على المابة نقول له شو shaded عشان نقدر ان احنا نزبط التايلنج بتاعها خدونا مسلا نزبطها كده point eight مسلا ودي برضو نخليها point eight تمام وتعالوا كده نعمل render ونشوف النتيجة هيطلع شكلها ايه خلص الرندر وزي ما احنا شايفين كده ده تأثير خامة المية لما ضفناها على خامة الاسفلت تمام وزي ما قولنا ده بيبقى عن طريق صورة ابيض وسود ممكن ان احنا نزود الانعكاس شوية لو عايزين ممكن نغير المابة نفسها لو عايزين برضو هتلاو هنا عندكم في الفايل اللي هاسبه لكم في بعض المبات اللي احنا ممكن منستخدمها في عمل الويت اسفلت تقدروا تختاروا منها اي مابة انتوا تفضلوا ان انتوا تشتغلوا بيها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة